بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة رجب طيب أردغان رئيس الجمهورية التركية خلال اتصال هاتفي جهود احتواء التصعيد في المنطقة والأولوية القصوى لحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم إلى جانب تكثيف المساعي لفتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية وذلك في ضوء تزايد وطيرة التصعيد والعنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وأشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة التحرك الإقليمي والدولي العاجل للدفع تجاه الوقف الفوري للتصعيد مؤكدين أهمية العمل على إيجاد سبل للتوصل إلى سلام شامل وعدل يضمن الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها ويجنبها المزيد من الأزمات كما بحث سموه والرئيس التركي خلال الاتصال علاقات التعاون والعامل المشترك ومسار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات توسيعها في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر